هبدأ الأول بدكتور محمد باغا أولى أولويات الحكومة الجديدة ما بقتش بقى اللي جاي الحكومة الجديدة اللي قالت النهاردة أو حلفة اليمين الدستورية أمام الرئيس من وجه تصدر دكتور محمد باغا أستاذ الاقتصاد أهم ملف موضوع على الطاولة من الآخر نطمن المواطن يعني يطمن يا نخاف سوا إن شاء الله ربنا مجيب اقتصاد المصري قايم على التفاقل حلو لو إحنا متفاقلين هنقدر بنحقق إنجازات قوية جدا خلال فترة وجيزة أنا متفاقل جدا بتشكيلة الحكومة الجديدة سواء من وزراء سواء من نواب وزراء سواء من المحافظات أو نواب محافظين دفعة قوية جدا أتصور جاية من الأزمات اللي مرت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وأتصور من التحديات الجسام الكبيرة جدا اللي بتواجه الدولة المصرية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ستكون دفعة قوية جدا للحكومة أننا سنرى أداء مختلف خلال الفترة القادمة نحن محتاجين بمنتهى القوة نرجع الثقة للمواطن في الحكومة مرة أخرى علاج الأزمات المختلفة وأبرزها أزمة الطاقة نحن محتاجين فورا رشدة اقتصادية عجلة من المجموعة الاقتصادية تطمن المواطن من ناحية الوضع الاقتصادي وأول نقطة في هذا الأمر الأسعار يا أستاذ يوسف لازم نركز على هذا الأمر طبعا المواطن هيشعر بأن الحكومة فعلا جدة في طريقها وفي مصارها لو كان بيحس فعلا أن يجيبه ده ما بيتأثرش صحة وكان بيحس أنه بيحصل على احتياجاته اليومية وأنه قادر يكفل أسرته أو نفسه أو عائلته بشكل محترم ويقدر يوفي ما عليه من التزامات هيحس فعلا أن البلد بتتحسن وبتدير وأتصور أن احنا ما بنهزرش قيادة السياسية ما بتهزرش خالص الحكومة ما بتهزرش في وضع جاد وفي تحديات كبيرة جدا قدامنا لازم وعلينا ونؤكد على ذلك أن النجاح لا بديل عنه أبدا خلال الفترة اللي جاي ده حاجة كده عاملة زي السنوية العامة طبعا ما فيهاش نظر طبعا ترجمة نانسي قنقر